حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك يعني ابن حساء الحارثي حدثنا عبد الرحمن ابن أبي سعيد قال سمعت عمارة ابن حريثة الضمرية يحدث عن عمري ابن يثريبي الضمري قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا فكان فيما خطب به أن قال ولا يحل الضمر من ذأف أخيه إلا مطابد به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم أبني عمي فأخذت منها شاة فاحترزتها هل علي في ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها حثني محمد بن عباد المكي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الملك ابن حساء الجاري عن عمارة ابن حريثة عن عمري ابن يثريبي قال خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ألا ولا يحل الامريء من مال أخيه شيء إلا بطي بنفس منه فقلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم أبني عمي أجتزر منها شاة فقال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بخط الجاميشي فلا تهجها قال يعني خبت الجاميشي أرضا بين مكة الجاري ليس بها أنيس حثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك ابن الحسني يعني الجاري حدثنا عبد الرحمن ابن أبي سعيد قال سمعت عمارة ابن حريثة يحدث عن عمري ابن يثريبي الضمري قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنا فكان فيما خطب به أن قال وليحل الامريء من مال أخيه إلا مطابت به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم أبني عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها علي في ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وازنادا فلا تمسها هذا آخر مسند البصريين رضي الله عنهم